دعاء بالرحمة والمغفرة لأبرياء عفر جريمة مروعة حدثت في إقليم عفر وبالتحديد في منطقة رقم اثنان أو بما تعرف بالكلابات راسو على يد الجماعة الإرهابية حيث تم قتل العشرات بل المئات ودفنهم في مقبرة جماعية قمت الجماعة الإرهابية لتحرير شعب تيجراي بعد غزوها لإقليم عفر بأعمال حدائية تجاه أبناء عفر وارتكاب الجرائم والقتل بأفضع الطرق تعجز الكلمات عن التعبير عنها وخلال احتلالهم لمناطق في عفر كأبعال وما حولها في الأربعة الأشهر الماضية قمت الجماعة الإرهابية بارتكاب المجازر ضد المدنيين في إقليم عفر النساء والأطفال وكبار السن هم من كان لهم النصيب الأكبر في لقاء حتفهم في هذه المجسرة في هذا القبر الواحد دفن فيه أكثر من ستة نساء يبلغن من الأعمار فوق الستين وهنا دفنت الشابات من النساء وهنا تسع من المدنيين الأبرياء والكثير من المقابر الأخرى التي دفن فيه أكثر من شخص دفعة واحدة أنا اسمي محمود وما فعلته بناء الجماعة الإرهابية شيء مشن جدا فبعد قتل أبناء شعبنا دفنهم في مقابر جماعية فهناك مقبرة دفن فيها قرابة ستة أشخاص وهناك مقبرة أخرى دفن فيها أطفال وكبار السن بعد قتلهم بشكل مشن كما أدلى سكان المنطقة لمؤسسة فان الإعلامية أنه ما زال يوجد الكثير من المقابر والمجازر التي قامت بها الجماعة الإرهابية ضد المدنيين الأبرياء في إقليم عفر والتي لم تعلن عنها بعد اسمي علي عبد الله وكما ترون هنا قتل الأمهات وكبار السن ظلما ومن بين هؤلاء الموتة قتلت أم مع كيلي تفليها وأم أخرى مع أطفالها الثلاثة وكذلك أب مع ابنه قتلوا على يد الجماعة الإرهابية بدريقة بشعة ومروعة ورغم كل هذه المقابر الجماعية ما زال هناك الكثير من الأشخاص المفقودين ولا نعلم أينهم أنا اسمي محمد درسة في هذا القبر دفن سبعة أشخاص أربعة منهم هم من كبار السن والثلاثة المتبقين هم أطفال هنا قتل مئة وثلاثون شخصا أسمي أحمد فيا قتل أطفال أبرياء كثير والكثير من النساء والأمهات على يد الجماعة الإرهابية نحن نحن نقل إننا بول كثير من النمو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر